موسيقى نشرة للأخبار أهلا بكم مشاهدين الكرام بداية نشرع أمس رئيس جمهورية فينزويلا البوليفارية السيد نيكولاس مادورو في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين وكان في استقبال الرئيس الفينزويلي بأرضية مطار هوارب مدينة الدولي الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة بمناسبة اليوم الوطني للفنان وفي احتفالية كبيرة كبرى مقام الشهيد الفنان علي معاشي كرم سهرة أمس بالجزائر العاصمة أكثر من ثلاثين فنانا في مختلف الميدين كما تم تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في دورتها السادسة عشرة والتي تعتبر من أهم الجوائز الأدبية في الجزائر حيث تحصل رشيد دحمون على الجائزة الأولى في فئة الشعر بينما عادت الثانية والثالثة لكل من مسلم ربواح ونجو عبدات وفي مجال الأداء المسرح يفتك بن شرنين إدريس المرتبة الأولى وكل من بناب سومية وفارس عبد الكريم المرتبتين الثانية والثالثة وفي مجال المسرح المكتوب فاز بالمرتبة الأولى ومحمد جلال الدين في حين توجب المرتبتين الثانية والثالثة كل من نصرية أسامة وعدنان بلال وفي الأعمال الموسيقية توجب غردة عبد الوهاب بالجائزة الأولى ومحمد شريف ناصر بالثانية وبالغانة من نبيل بالثالثة وتحصلت تحوات ياسمين على المرتبة الأولى في فئة فن الرقص والغناء بينما عادت الثانية لنجار بن عبد الله الأمير والثالثة لآية أعمار محمد عمران وأما في الفنون التشكيلية فقد فاز كل من طبيبية محمد الصالح بالجائزة الأولى ومحمد وليد شمامي بالثانية وضيف محمد الأمين بالثالثة وفي فئة السينما والسمعية البصري توجه هيثم عامر بالجائزة الأولى وسعدي محمد أكرم بالثانية وحمي زكريا بالثالثة هذا وحضر الحفل إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وزيرة الثقافة والفنون سوريا ملوجي وعدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالسينما والسمعية البصري أحمد راشدي ونائب رئيس مجلس الأمة وممثل لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وكذا رؤساء مجالس وهيئات وطنية أشرف أمس وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد على فعاليات تنصيب اللجنة المشتركة المتعددة القطاعات المكلفة بالنظام التعاقدي وبالمناسبة أكد الوزير على الإرادة القوية والحرص الشديد الذي أظهره كافة الشركاء بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنين وضمان تكفل ناجح باحتياجاتهم كما أضف أن النظام التعاقدي يعتبر ركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية النظام التعاقدي يعتبر الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية ومن شأنه أن يسمح لا محالة بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاعنا في قطاع الصحة تستند هذه اللجنة على تشاور والتنسيق وذلك من خلال وضع ترتيبات تعاقدية تضفي طابع رسمي على الاتفاقات بين الجهات الفاعلة الملتزمة بشكل متبادل على هامش مشاركته في أشغال الدورة السادسة عشرت بعد المئال المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي جلسة عمل مع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زوراب بولولي كاشفينلي تبحث خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للسياحة وخلال اللقاء ثمن الوزير دور المنظمة العالمية للسياحة في مرافقة بلادنا في العديد من المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي ودعمها وتطويرها على غرار إعداد استراتيجية تسويق صورة ووجهة الجزائر والتي تعتبر من أهم النقاط الأساسية ضمن مخطط عمل القطاع لاعتمادها كمرجع لكافة المتعاملين السياحيين في الداخل والخارج والاستفادة من المعلومات المتوفرة عليها أعلن الدوان الوطني للحج والعمر في بيان له تمديد أجال دفع تكلفة الحج إلى غاية اليوم التاسع جوان في الساعة السادسة مساء التمديد جاء استجابة لطلبات العديد من المواطنين من أجل استكمال الإجراءات الإدارية والصحية هذا ويذكر الدوان الوطني للحج أن كل دفاتر الحاج التي لم يدفع أصحابها التكلفة في هذا الموعد تعد ملغاة كما تنهي الخطوط الجوية الجزائرية إلى علم كافة الحجاج الميامين المسافرين مع الدوان الوطني للحج والعمر أن عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة انطلقت حصريا عبر البوابة الجزائرية للحج اعتبارا من أمس الأربعاء وذلك عبر الرابط الظاهر على الشاشة بعد قرار الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ الثامن أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا تبرز مواقف الجزائر الثابتة حول القضايا التحرورية العادلة قرار يحمل إسبانيا المسؤولية بتكريسها لسياسة الأمر الواقع الاستعماري وتدهور الوضع في الصحراء الغربية من خلال موقفها المتحول والمتنافي مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية سليم حمدي الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة منذ الثامن أكتوبر العام 2002 مع مملكة إسبانيا فحكومة مدريد لم تكتفي بإدارة ظهرها للشعب الصحراوي المحتلة أرضه حتى انغمست في حملة تبرير لموقفها المخزي في نظر الإسبان قبل غيرهم وهو ما يتنافى جملة وتفصيلة مع التزامات البلد الأوروبية القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم التزامات ضرب بها بيدرو سانشيز وسلطات بلده عرض الحائط تحت مسويغات واهية واهنة وهن الاحتلال المخزني وأراجي فيه بدعمها الكامل للصغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترح من قبل القوة المحتلة ما أقبلت عليه إسبانيا أسوأ مما اقترفته في الصحراء الغربية في عهد الحركة الاستدمارية وهو المستعمر التقليدي الذي ذاق الشعب الصحراوي الأعزل ويلاته مرتين مرة باحتلال أرضه لعقود وما خلف ذلك من جرائم ضد الإنسانية ومرة بتسليط احتلال مناول مخزني بغيظ على رقاب الصحراويين وتمكينه من أرضهم دون وجه حق لا حرج هنا في الثالثة كون مدريد وبإقرار شهادات تاريخية وازنة تماطلت بل تجاهلت متعمدة حق الشعب الصحراوي في الاستقلال بعدم التمكين له في استفتاء تقره الأمم المتحدة وشرائعها ولوائحها يقرر من خلالها الشعب ذاك مصيره كباقي الشعوب وفي المغرب وضع مزر يعيشه سكان المغرب العميق أو ما يعرف بالمغرب المنسي الواقع خلف جبال الأطلس الكبير الذي يشهد حياة بدائية أشبه بحياة سكان الكهوف تتحول إلى مأساة حقيقية في ظل عدم أبسط ضروريات العيش الكريم المزيد في تقرير ربادردين عباسي هنا المغرب على حقيقته حيث يتغافل الملك وحاشيته عن واقع وجوده فهي عندهم الأرض المنسية وهم المنسيون وصف وثقته عشرة التقارير الحقوقية التي وإن نقلت بصوت وصورة الواقع المرير للشعب المغربي غير أن الذي رأى ليس كمن سمع والذي عاش ويعيش حياة بدائية أشبه بحياة الكهوف وحده من يكابد مآسي البحث عن منافذ رزق حرامه منه نظام مستبد لا يرى أرضا أبعد من بلاط عرشه أما دونه فإلى جحيم الحياة وكدرها ولأن المعاناة في المغرب لها وجه وأكثر وإن كانت على الغالب صنيعة الفقر المدقع الذي يعيشه السواد الأعظم من الشعب فإن فئة الأطفال والنساء من أكثر فئات المجتمع صناعة لمشاهد البؤس في المغرب ظاهرة النساء العتلات أو هكذا ينعتون للأسف هنا نساء يواجهن الموت في رحلات عذاب يومية عبر المسلك الحدودي الرابط بين مدينتي الفنيدق ومدينة سبتا بالجيب الإسباني أفواجا تتحمل تعتيل بضائع قد تصل حمولتها إلى المائة كيلوغرام بأجر لا يتجاوز المائة درهم فقط من أجل إعالة أسرهن فهن محكوم عليهن تحت قانون الملك بلا شغال الشاقة مدى الحياة كلها مقدمات تفسر إلى حد كبير موجة الغضب الجارفة التي تجتاح الشارع المغربي منذ أسابيع وهي التي ضاقت ذرعا بممارسات نظام بات يحارب الفقراء من شعبه بدل أن يحارب الفقر فيهم في جديد الوظع في أوكرانيا تتوصل المعارك العنيفة بين قوات الدفاع الروسية والقوات الأوكرانية لسيطرة على مدينة سيفير ودونيتسيك هذا وأعلنت موسكو أنها مساعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب التي تبحر في الموانئ الأوكرانية وفي سياق متصل حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس حذر من تفاقب الوضع في أوكرانيا وأن تداعيات الحرب تزداد سوءا في العالم خاصة ما تعلق بالأمن الغذائي والمجال المالي في الرياضة حقق المنتخب والوطني لكرة القدم الفوز الثاني على التوالي لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم بكل ديفوار على نظره التنزني بالعاصمة دار السلام بنتيجة هدفين مقابل صفر من إمضاء كل من بن سبعين وعمورة وعلى ضوء هذه النتيجة المستحقة أضحى الخضر يتصدرون مجموعتهم برصيد ست نقاط متبوعين بمنتخب النيجر بنقطتين بعد تعادله أمس أمام منتخب أغندا بنتيجة هدف مقابل هدف وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم إلى ختام النشرة شكرا على المتابعة موعدنا يتجدد على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة